ازاي يا جماعة الراجل وصل رئيس النادي بنفسه وقال لك هدفع عشرة مليون جنيه اجيب لك شيك بعد ما بقى الشيكات دي قال لك لا مش هنقبلها مع ان انت قابلت الشيكات لانديها تانية يعني انت عايز تفاهمني ان النادي اسوان جاب لك فلوس كاش ان النادي الدخلية جاب لك فلوس كاش لو هم عليهم فلوس يعني استحالة الشيكات والشيكات الزمالك ما تتقبلش والشيكات الانديها التانية تتقبل جدوالة الديون يعني جدوالة يعني ايه ما هو انا ادي انا مش راجل مش طاع بنكير يعني مش بنك بس ها جدوالة يعني ايه يعني بقى سطلك الفلوس طب ما قصتش للزمالك ليه طب ما راجل قاتب لك شيك من حسابه الخاص وجايب لك شيكات من نادي الزمالك والوزير قال لك اقباله الشيكات ما قابلتهاش يبقى هنا هناك تعنت هناك عند وانك الشخصانة في الامور على حساب مين يا ولاد على حساب مين على حساب مصر مش حساب الزمالك لان الزمالك بيمثل مصر داخل في افريقيا يمثل مصر عنده مطش الجمعة مع افريقيا في دور الابطال انه يمثل مصر انت كده بتحرم مصر من ان نادي الزمالك يتقلق وياخد هزي البطولة لانك بتحرمه من صفقاته الجديدة بدون واجه حق انت ما لكش حق لك فلوس حتى اخدها والراجل ده جاب لك شيكات وجاب لك كله وضمانات وعمل ضمانات كلها يا اخي خد الشيك لو ما تصرفش ما ترفع عليه قضية مثلا ارفع عليه قضية هتكسبها في ثلاث ثواني ده شيك بدون رصيد ده زكان بدون رصيد ما ينفعش ما ينفعش نادي الزمالك يتعامل هزي المعاملة انا باعتبر ان دي اهانة لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس ادارة المحترم طيب انا بقى هسأل اهو ده جدولة نادي الزمالك باعت جواب لاتحاد الكورة بيطالب بجدولة فلوسه يعني انا النهاردة اهو مستند رسمي انا بعتلك بجدولك الفلوس وجيت بنفسي يعني انا بعتلك المدير المالي ومدير الشؤون اللاعبين بالشيكات حضرك مرضيتش رئيس النادي اتحرك بنفسه ودخل وتعهد على نفسه لا 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 ما فيش كده والله العظيم ما في كده يا جماعة صعب الامور صعبة ان هناك مشكلة بينك انت وبين رئيس النادي الزمالك ملوش علاقة جماهيره ملاش علاقة ابدا دي مشكلة شخصية ومشكلة تتحلف قاعدة تتحلف اي حاجة دي سهلة جدا يعني فالقصة هي قصة عندي مش اكتر لانك انت قبلت تجدول فلوس اندية بشيكات برضو وما قبلتش للزمالك اش معنى عشان المشكلة الشخصية لا ما ينفعش ما ينفعش ودي فلوس مشاركة سيف الدين الجزيري في كأس العالم تسعة مليون جنيه هو فيه هو فيه اضمن من انك تاخد فلوس من الاتحاد الدولي يا انا غرابة يا جماعة هي وصل ده اتحاد الدولي الرجل ده هيجي لك الفلوس على الاتحاد احجزها هو قالك اهو جواب اهو اهو ودي شركة بريزنتيش امضة المشهر مرتضى لتحت دي ادي عشرة مليون وتسعة دي مضمونة ودي مضمونة لو انت منتش ده من شكات الزمالك بقى طب دي التسعة تسعة مليون دول مش مضمونين يا جماعة شركة المحترمة بريزنتيشن تحاد الدولي المحترم تسعة مليون بتتكلم في تسعة تشر مليون طب يعني ودي ما هيجي جدولة دي بالكتير تتصرف مثلا اسبوعين ولا اسبوع ولا حاجة بالكتير ده لو انت عايز تخلص لو انت عايز تساعد الزمالك لا كان ليه لا ليه الزمالك رئيسه مين مرتضى منصور ها ما انت كل همك تاخد فلوسك فلوسك حد جيلك سواء من الزمالك سواء من التحارة الدولي سواء من عندك تلت مصادر الزمالك شكات التحارة الدولي تسعة مليون مضمونة وايضا السيركت بيرزينتيشن الشركة الرعي انت دربت بكل الكلام ده الحائط وبعدت على الواتسة ايه بالجروب بتاعكم ممنوع طيب انا هسأل شوية اسئلة معلش الانترو طويل شوية لان في حاجات كتيرة جده جده انا قعدت النهاردة بجمع من كل الاطراف المتخصصين في القصة دي وانا بطم بس جمهور النادي الزمالك ان اللعبة دي هتتقايد ان شاء الله مجرد من الفلوس تروح الاتحاد الكرة خلص الموضوع لان انا انا عملت الصعب الولى الاتحاد السيستم خلصت خلص خلصة خلصة كرنية وبعده فيه ناس قلت لك ايه الكرنهات دي بتطلع بتاريخ مفيش كرنية بيطلع بتاريخ مهم يعرفوا الكرنهات كلها بتطلعش التاريخ يعني اقول لك ايه اصل انت الكرنية ده الولد اللعيب هيتقايد يوم واحده تلاتين وكارنية يطلع يوم اتنين فايه فما ينفعش يقبله الاتحاد رفيخ واتحاد المصر ليه ما انا خلاص ما انا سجلته عسلس يوم واحده تلاتين الساعة 11 بالزبط يعني قبل القفل قد بساعة يبقى انا صح فيه ناس بتهرتل كتير اشتركوا في القناة